الصراعات والانقسامات السياسية التي تعيشها تونس تجد صداها في وسائل الإعلام واستوديوهات تحليلات الأراء السياسية فلتكاد تجد مؤسسة إعلامية بقيت بمنأة عن هذه الصراعات ما مثل إشكالا لمعدي المرامج السياسية في نقل الصورة السليمة مع الحذر من الوقوع في فخ تصفية الحسابات السياسية في صراعات حول تزعم الحزب أقحمت فيه رئاسة الجمهورية أقحمت فيه حتى الحكومة ونسق العمل الحكومي البرلمان أيضا فتجد نفسك تتعامل مع وضع بيودك لو لا تتعامل معه حتى المواطن التونسي لم يعد يرغب في متابعة مثل هذه المعارك الصغيرة نقابة الصحفيين التي تعمل على تدعيم مكاسب حرية التعبير وتحسين القطاع الآلمي حتى لا يقع فريسة لتصفية الحسابات أطلقت مرسدا لأخلاقية المهنة وتتلخص مهمة هذا المرسد في نشر تقارير يومية تتعرض لكل التجاوزات داعية الصحفيين ومقدمي البرامج إلى عدم الانخراط في حلقة التشويه وتصفية الحسابات التي تقودها لبيات المال والسياسة الثابت والأكيد كونه إذا اختلت المال واختلت السياسة واختلت الأعلام يعني الكوكتيل يصبح خطير جدا إذا تقبلت مصالح لبيات المال ولبيات السياسة ولبيات العالمية فإنه يصبح المشهد الأعلامي وكأنه مشهد تصفية الحسابات السياسية أو حتى الاقتصادية نوعا ما احنا لاحظنا بعد أسف شديد بعض الزملاء قد انخرطوا ممكن عن قصد أو عن غير قصد في بعض هذه حملات التشويه في بعض تصفية الحسابات في مثلا في ضرب مؤسع لحساب مؤسع لحساب أخلاقية المهنة ورغم الصلاحيات التعديلية والرقابية التي تمارسها هيئة الاتصال السمعي البصري فأن ذلك لم يمنح حدوث تجاوزات أربكة الرأي العام مرات كثيرة مشهد سياسي متقلب وسعي لاستخدام وسائل الأعلام لتصفية الحسابات السياسية انحرافات إعلامية أثرت على المشهد الصحفي في تونس فدفع نقابة الصحفيين لدق نقوس الخطر ودعوة المنتسبين إليها للنأي بأنفسهم عن هذه الصراعات والالتزام بالأخلاقيات الصحفية ايمن الرزقي سكي نيوز عربية تونس